كلنا نعرف أن العملات ترتفع وتنزل الدولار يطلع وفجأة ينزل والسعودي والكل لكن في حاجة واحدة في اليمن إذا ارتفعت ما تنزلش أبدا أيوة السلعة الغذائية قادهم يرفعوا لا السماء ما ارفعوا الموت أقبل ينزلوا لا لا ما نزلوا والله ما ينزلوا حقا لا يشبع لا فوق لا نداري بسبب الارتفاع الدولار والصرف السعيد كيف يعني يرتفع الدولار طبعا ما باشي استقرار سياسي تمام تمام ما باشي استقرار تمام بس يوم العلبة الفول بـ 300 ويوم بـ 400 ويوم بـ 500 والدولار لا طلع ولا عادي ينزل يطلع الدولار وطلعوا المواد ولا عا تنزلوها نزلوا حنا أنتما التجار أيوة أيوة قل لي كيف عيش السبب شوف التجارة يتسالبت هايل يتسالبت البؤسة تلك الكبار الكبارة ما استخير أما التاجر السعير مو مو مع كل واحد ينذق لها فوق ما معه التاجر السعير ما معه يبيع الحاجة ويقول لي قاو يقدم فلوسي وقاو يسعر ويقول لي وقد بو خبر ثاني قال للبرنامج تخير لأن ما باش دولة يجي تراقب على سوق الدولة قالوا أنه ينزلوا بالصميل يقولون ما بلسع والتجار يدع ذرو بالدولة وانا ما درنا نشي اختبطت القضية بكلها يعني احنا المواطنين الغلطة اي واحنا الضحية الغلط مننا ما نفعل احنا محن نشي على الدولة هذا إذا قلت لك اشي دي رسالة لتجار بسرعة اقولهم انا عندي الله يتقوا الله في أنفسهم بس هذا فالمواطنين المسكين والمواطنين المسكين لأنه الضحية سواء التقاء لهم حبسوا الشد كليلة هاي وهي طلع ولا عد نزل ما عد نزل احنا حاجة تطلع عندنا ما عد نزلش سأل هالمرتفع قوية قوية واحد تكم عسع صاحب تاجر مع عسع ما دلنا من من نسالي هذا كل هذا كلها بالبورصة طالع نزل بنت مطلع مطلع اكيد السلع الغذائي اذا ارتفع سعرها ما ينزلش ابدا لو يقع ما اوقع والسبب مجهول سألنا المواطنين المواطنين طرحوا فوق صاحب البكالة صاحب البكالة نذقها لفوق التاجر والتاجر حولها للمصنع والمصنع قال ان الدولار يطلع وان الدولار يرتفع خلاص اذا الدولار ارتفع السلع تمام ارتفعت لكن الدولار انخفض والسلع تبقى على ما هي مرتفعة ومن يوم لا يوم كل شيء ارتفع وترتفع السلع وترتفع المواد والمنتجات الغذائية هذا الذي حاصل في مارب طبعا الان اشتريت ثلاث علاب فول من شارع واحد محلات في نفس الشارع واحد التالي ب300 واحد تاب 400 واحد تاب 500 انا معترت كيف اسطق يعني من اسطق الدولار طلع ولا نزل بس في نفس الشارع على عسائل مختلفة هذا شيء غريب والله برايم الذيفاني اخباز اليوم مارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر